السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته توقيت الزمن لرسم السنة الدراسية 2020-2021 بالنسبة للمسلك الابتدائي فاليوم الأول في السابع شتنبر 2020 وتنقسم إلى الفترة الصباحية للمستوى الأول والفترة المسائية للمستوى الثاني واليوم الثاني الثامن شتنبر 2020 الفترة الصباحية المستوى الثالث الفترة المسائية المستوى الرابع وفي اليوم الثالث التاشع شتنبر الفترة الصباحية للمستوى الخامس الفترة المسائية للمستوى السادس وهنا التعليم ينقسم إلى الحضور الإجباري والتعليم عن بعد بالنسبة للمناطق المتوطش فيها الوباء فيروس كورونا بالنسبة للسنة الأولى الإعدادي ففي اليوم التاشع ستنبر من التاسع صباحا إلى اثنى عشر أما السنة الثانية الإعدادي فمن ثامنة شتنبرoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud الثانوي فالثانية باكالوريا يوم الاول في السابع شتنبر من التاسعة صباحا إلى اثنى عشر اما اليوم الاول في السنة الاولى باكالوريا في الثامن شتنبر بنفس التوقيت مع التاسعة صباحا إلى اثنى عشر وفي الاخير الجزء المشترك من التاسعة صباحا إلى اثنى عشر في يوم الاخير التاسع شتنبر ولضمان عودة مدرسية آمنة في زمن جائحة الكورونا على كل التزام بالاجراءات السلامة من ارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الادوات المدرسية وتكرار غسل اليدين بالمواد الطبية والمعقمة وقياس ارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على المسافة كل هذا لاستمرارية التمدرس عن بعد وعفة التعليم الحضوري بكل المستويات ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر